وكنت في ذاك الوقت أسقر طبيبة أسنان أختي المرحومة الدكتورة هيفا محمود تخصص نادر وغليلين في العالم اللي عنده بضيء التخصص جائزة رائدة العمال للنساء العالمية وهذه نادرة ما تحصونه في أي عيادة نجهزها للسياحة العلاجية ديكور بتحطين كرسي وشجرة بيصير ديكور لكن الطفل مبسهلنا تتعلمينه اتكار وإدارة المخاطر فصارت كل أيام من شهر عسل وهي كانت أساس فتح الفرع الثالث فهي هذه من الأجهزة المتطورة من شركات عالمية مثلا هذه فرنسي مثلا أول شي حاب أن أشكلكم على هذا اللقاء نحن هنا في دكتورة لميا دكتورة لميا عندنا ثلاثة فروع بدأنا بعيادة صغيرة جدا من كرسي واحد فقط في سنة 1996 وكنت في ذاك الوقت أسقر طبيبة أسنان تفتح عيادة خاصة وفي منطقة المحرق يعني كان المتعارف علينا جميع الأطباء أو العيادات الخاصة تكون في العاصمة اللي هي المنطقة المنامة فحاولت أن أفكر out of the box وقلت أنا لازم أبتدي في مكان يكون جديد أكون المكان اللوكيشن يكون مميز وفي نفس الوقت أستفيد من وجودي في المحرق كوني بنت المحرق وعيلاتنا معروفين نحن عيلات أطباء فحاولت أن أفتح أول فرع في منطقة المحرق والحمد لله من كرسي واحد في منطقة المحرق وبعدين تحولنا لمركز يحتوي على ستة كراسي أسنان في المحرق هذه كانت أول بداياتنا الحمد لله في ذيك الفترة لأنه يعني صار التطور في فترة بسيطة حصلت على جائزة امتياز الشرف من المجلس لعلى المرأة برعاية صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة بن سلمان في عام 2013 في نفس السنة أحنا فتحنا فرعنا الثاني اللي أنتوا حاليا متواجدين فيه اللي هو في فرع الرفاء وكان التوجه أنه بدل ما أنا أخلي الناس تنتقل للمحرق أنا كدكتر لميا نبتدي أن تكون متواجدين في أكثر من محافظة عشان السيربس ما لننوصلها للناس في كل مكان يكون قريب منهم اللي ميزنا بعد أنه إحنا طبعا أنا تخصصي ليزر أسنان علاج الأسنان بالليزر من جامعة آخرنا الألمانية وهذه التخصص نادر وغليلين في العالم اللي عندهم ذي التخصص فبديت في أول مركز طبعا هذه بعد أثناء ما أنا كانت عندي عيادة خاصة اللي رحت درست فيها ولما حصلنا على هذه الدرجة العلمية بدأنا أسسنا مركز الدكتوري كأول مركز في الخليج لعلاج الأسنان بالليزر ولله الحمد صيتنا وصل للوطن العربي وأيضا بتدينا نستقطب الأطباء اللي متخصصين في هذه المجال عساس يكون عندنا طاقم طبي متكامل في كل المجالات الأسنان ومركزنا أيضا مركز متخصص يعني شنو؟ يعني في عندنا تقريبا 25 طبيب متخصص كلهم في مجاله سواء التركيبات، سواء علاج العصب، سواء اللثة، سواء التقويم فما في عندنا الحين طبيب واحد يقدر يسوي كل شيء لا ممكن المريض يدخل عندنا يشوف أكثر من طبيب لعلاج سن واحد فالجودة ونوعية العلاج كانت هذه من أهم أولوياتي كدكتور الألمية التخصصات اللي موجودة عندنا اللي هو تقويم الأسنان عندكم دكتور عمر معندنا ما شاء الله عنده دكتورات في تقويم الأسنان وأحنا على فكرة حصلنا على تقييم من شركة الإنفزالاين العالمية كبلاتينم إليت بلاتينم إليت هذا التقييم يعني ما يوصل للطبيب إلا لما يكون عنده حالات عديدة جدا وسكسسفل 100% وعنده الطاقم الطبي المؤهل لعمل هذه الحالات فهذه بعد يعتبر من الإنجازات اللي حصلناها في هذه السنة وأنا فخورة فيها فإحنا عندنا أكثر من غرف علاجية وكل غرفها متخصصة وهني عندنا أطور جهاز أشعة رقمية هذه الجهاز طبعا نستخدمه يكون دقيق جدا فنستخدمه في علاجات الأسنان العلاجات مثلا زراعة الأسنان فهذه من الأجهزة المتطورة من شركات عالمية مثلا هذه فرنسي مثلا بس إنه في دقة في التشخيص لأنه عندنا الأجهزة هذه اللي تكون دقيقة جدا وتساعدنا في تشخيص الحالات مثل ما قلت لكم إحنا يعني متخصصين في الليزر فعندنا تقريبا في حدود العشر أجهزة الليزر باختلاف يعني تعرف الليزر فيها ويبلينك يعني اسمحوا لي ما أعرف بالعربي شون أفسرها فإحنا عندنا عشر أجهزة من هذه الليزر فعادة ما في مركز طبي في العالم يكون عنده عشر أجهزة من الليزر إلا في الجامعات أو المؤسسات التعليمية أو مثلا الريسيرج سنتر ولله الحمد مع دعم تمكين وجهودنا ولله الحمد قدرنا نحصل نقدر نجمع هذه المجموعة لأن الليزر جهاز جدا جدا مكلف يعني أقل نوع بيكون في حدود المائة ألف دولار فنتيب أكثر من جهاز باختلاف استخدامه في مكان واحد طبعا العملية صعبة ولكن الحمد لله رب العالمين الله قدرنا يعني مثلا عندكم هذه الجهاز هذه من أطور أجهزة الليزر بهذه الجهاز نحفر الأسنان بدل الحفط العادي نعالج فيه اللثة نعالج فيه سن العقل نسوي علاج للفك علاج العصب كله بهذه الجهاز بس عندنا أجهزة ثانية أيضا الليزر بلاك متخصصة مثلا بس حق علاج العصب بس حق اللثة فإحنا في مراكز دكتورة الأمية مخلين على عاتقنا مواكبة التكنولوجيا وأي شي الجديد في طب الأسنان عساس إن شاء الله نوفر العلاج متكامل لمرضاننا أطور جهاز لتبيض الأسنان عادة الناس اللي سوون تبيض الأسنان يحسون إنه يكون فيه عندهم حساسية مثلا اللون يكون فترة بسيطة هذا الجهاز فيه كل مثلا للأسنان التبيض شلون نقدر يعني نسوي كنترول الحساسية في شي ثاني اسم كالوري بوند إنه يعني شلون نخلي الأسنان التبيضي تم لفترة أطول كنتيجة ففي أشياء حين هاي كلها أشياء جديدة ولله الحمد موجودة متواجدة هذه في سنة 2016 الحمد لله الله وفقني إن ناخد جائزة الأسمي في ضيير هذه طبعا جائزة يكون فيها التحكيم عالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد يعني أنا هذه الصراحة الانطلاقة اللي خلتني نوعا ما معروفة أكثر خلنقول برع البحرين لأنها جائزة لها صيتها عالميا وجدا جدا تحكيم فيهم صعب ودغير فالحمد لله حصلت هذه من بعدها توالت الجوائز الدولية فحصلت في 2019 جائزة رائدة العمال للنساء العالمية يعني وهذه أيضا نعتبر بالنسبة لإنجاز ولله الحمد في وقت الكورونا فتحنا فرعنا الثالث على الرقم صعوبة صعوبة اتخاذ قرارات بهالصورة لنا يعني تفتح بزنس يديد في فترة كورونا واحنا الأسنان يمكن أكثر من القطاعات الأكثر تضررا فالناس طبعا قامت تخاف أنها تتعالج أسنانها بالذات في البداية ولكن الحمد لله لثقتنا بالبراند اللي سويته لثقة الناس فينا لنوعية العلاجات اللي وفرناها طبعا أنا كنت نوعا ما يمكن صرت بذكاء في ذيك الفترة إحنا عادة عندنا تعقيم على الستاندرد الأمريكي من قبل ولكن الناس ما كانت تعرف إحنا شلون نعقم وشلون فمجرد فيديو واحد هذي اللي يقول لك الانوفيشن والافتكار وإدارة المخاطر هني لازم الواحد يبتد يطلع كل مواهبة في الوقت الصعب اللي لازم يعرف كيف يتعامل مع الظروف المتغيرة يعني ياتنا فجأة وباء لازم نتصرف هل نقعد ونصك العيادة ونقولها ما في مرضى ابتديت أنا أفكر أن زين عشان أيب ثقة المرضى شنو لازم أسوي فأول شي اللي سويته إنه بحبيت إن الناس تثق في طريقة التعقيم أهما يعني يعرفون يدخلون ويشوفون مثلا عيادة ممكن تكون نظيف بس ما يعرفون إحنا شنو البروسيس إنه نروح فيه عشان نعقم هذه الأجل فسويت فيديو عن طريقة تعقيمنا هنا ولله الحمد فهذي كان الفيديو صار فيرال فابتدت الناس إذا فيها أي شي في فترة ما كانت شي عند دكتور لامياز لأنك خلاص يعني شافوا طريقة تعقيم وفي شي ثاني بعد إحنا طلبناه صراحة كلفنا جدا كثير بس لأن صحة الناس عندنا هي الأولوية في جهاز أحمد رويكم حياكم معي خلالنا أيضا شنسوي هذي الجهاز هذي الجهاز شنو كان فكرته هاي طلع جهاز أصلا اخترع في فترة الكورونا إنه إحنا لما نشتقل يبتدي يسحب الأيروسيل يعني مثلا أي تخوف إنه من نفس المريض أو من لعابة أو لما نبتدي نستخدم الجهاز أي شيء يطاشر عشان كبروتكشن للمريض ولي أنا فكان يسحب كل الميكروبات فهذي كان نوايد نستخدمناه وفي موجود في الثلاث عيادات وفي كل عيادة فالصراحة كان باجت عود إنه إحنا أيضا نصرف هالشيء يعني مش ملزم من قبل وزارة الصحة لكن كانت في النهاية مثل ما قالوا من المريض بالنسبة لنا أو هو أولوياتنا هنا لأننا نبي نكون يعني نحافظ على صحته بأي طريقة هذي كل جهاز تقريبا تكلفته 3700 دينار فتخيل في كل غرفة يكون الجهاز موجود وإحنا عندنا 16 تقريبا 13 جهاز طلابنا هذي لأنه كان يعني طلابنا بصورة مستعجلة فما قدرنا ننتظر البروسيس حق تمكين ولكن هذي الجهاز هذي بعد جهاز جدا جدا متطور لتنظيف اللثة والأسنان وفي الباودر اللي فيه ضد البكتيريا لعلاجات اللثة هذي يعني من أجل الأجهزة وهذي دعم بكل فخر إنه هو دعم تمكين طيب أيضا أحين ابتديننا الفلول الرقمية فهذي الجهاز أيضا من دعم تمكين استخدنا عشان نبتد ناخذ الطبعات بالكمبيوتر بدل ما تكون الطبعات العادية أحين وصلنا لمكان التعقيم طبعا عندنا المواد اللي تكون مثلا تحتاجها لتعاقم تنحط في هذي الشباك فيه شباك ثاني جهة ثانية عساس إنه ياخذها الممارض يبتدي في تعقيمها خلونا أدخلكم في قرفة التعقيم قرفة التعقيم يعني هذي according to the standard العالمي فيعني أول ما تبدأ هذي القرفة اللي يبتدي من الشباك اللي خبرتكم يبتدي ياخذ الممارض المواد اللي هي مش نظيفة هذي إعاقص سلحة بالمواد الخاصة كمطهر بعدين التعقيم في ذي المنطقة تشوف كل التنقلات ما تصير يعني من الباب لباب كلها فيه شبابيك خاصة الدش تقدر تشوف الطريقة التثنية هني يصير الباكينج لما المواد تبتدي ينفتح الشباك الممارض ياخذ المواد النظيفة يحطها في هذي الباوتشز أو الجهات المتخصصة فيه بعدين اي اي فيه أجهزة التعقيم هذي الأجهزة أجهزة من شركة WNH بعد في بعضها جزء من دعم تمكين كانت استخدمنا فيها وهذي أطور الأجهزة يعني ليعطيك في النهاية أن هذي المواد تعقمت 100% فيه كاتيجوري يعني لكل شي فيه درجات في التعقيم فالله الحمد هذه أيضا من الأجهزة هذه الأجهزة اللي جدا غاوية في عملية التعقيم وأصلا يعني مش رخيصة أيضا لأن درجة التعقيم فيه كو يوصل لـ 100% بديكم حق آخر التور مالنا اللي هو أهني في ذي القرفة اللي يبتدي فيها التعليم المستمر نحن نؤمن أن مهما يكون توصل لدرجة علمية معاين لابد من التطور العلمي ولابد من مواكبة كل التطورات العلمية فلذلك دائما يكون عندنا محاضرين عالميين نيبهم على حسابنا عشان يعطون كورسات لأطباء الموجودين عشان نرفع أيضا من مستوى العلاج حياكم هذي المركز التدريبي اللي عندنا اللي تم فيها كل المحاضرات هني لكون عندنا أيضا الكراسب احنا يعني اختارنا أن يكون في العيادة عساس أن إذا يبني أي دكتور أي مدرب يبتدي يعطي المحاضرة هني عقوب ينزل حق التدريب العملي تحت في أحد هذه العيادات وهذي نادرا ما تحصونا في أي عيادة الفكرة نحن نبني نخلي يعني نبني تكون البحرين واسم البحرين في نجهزها للسياحة العلاجية فإنت عشان توفر هاي النوع من السيرفس لازم تكون up to standard لازم تضاهي فيها الدول العالمية يعني أنت ما تقول لحق الناس تعالوا تعالجوا في البحرين تعالوا وأنت ما عندك مغومات السياحة العلاجية وبعدين المريض أصبح جدا خاينقول مطلع مع وجود الجوجل مع وجود هذه كل البلاتفورم الرقمية فصار المريض يعرف يعني أنت ما تقدر من نفس قبل تقول أنا مثلا خاينقول الناس ما تعرف أن تخصصات الأسنام فيها تخصصات يعني مو بالدكتور وهو نفس اللي يسوي العصب وهو نفس اللي يسوي التلبيس وهو نفس اللي يسوي فكل المفروض إذا أنت عندك عصر تروح حق أخصائي عصر إذا عندك مشكلة في التلبيسات تروح حق أخصائي التلبيسات عشان تحصل نتيجة نهائية تكون ممتازة وتتم معاك فترة طويلة بدون أي التهابات فابتدت الناس صراحة أنا حاسهم وايد حالياً ابتدوا يكونون أكثر مطلعين عن قبل بداياتي أنا إنسانة شقية في طفوتي جداً شقية ففي الثانوية كنت يعني أنا في بالي لأن أخواني جميعهم أطباء طبعاً لي ما يعرف أختي المرحومة الدكتورة هيفا محمود وعندي دكتور وفيق محمود فكنت إحنا معروفين بيتني إنه ما طباء فكنت أنا عارف إنه مستقبلي بعد بيكون طبيبة فحاولت تغير في البداية فكنت في الثانوية في وقت الدراسة فكنت ماما تقعد عندي عبال هن أنا قاعد أدوس أنا كنت حاطة مجلة في الكتاب عساس إنه يعني أبينا أنا أدرس وأنا كنت أسوي شي ثاني فلما يأت نتائج الثانوية طلعت من يعني من 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 المتفوقين فأنا كنت أسأل أقول لا أنا ما أدرس إشلون 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 طلعت متوفق بالضبط وكانت عندي الأيديا إنه أنا أنزلي إذا ما يبدأ راجزينة راح أدرس التصميم الداخلي والفن وأنا أساسا أحب الفن فالوالد وأنا على فكرة أخرى فكنت جدا يدلعوني يعني في البيت فالوالد هو بيزنسمان وبانكر ويعني أنا استفت منه الكثير وراح أقول لك شنو اللي استفت منه عموما فيعني عن رقم أنه عمره ما يعني رفض لي أي طلب فقال لي يا بنتي أنت يعني لا وحصلت على بعثه من وزارة التربية لدراسة طب الأسنان فأنا كنت يعني أقول لهم لا أنا I don't wanna be a doctor فيعني الوالد الله يحفظه قال لي يا لم يا ديكور بتحطين كرسي وشجرة بيصير ديكور لكن الطب مو بسهلنا تتعلمينه فأخذت هذه الكلمة يعني تعرف ابتدت كانت البداية لتقبلي ولكن لأن الأسنان كلها فن يعني أنت لما تحفر الأسنان لما فبتديت أحب التخصص والحين يعني ما عرف شنو لو كنت أنا غير لطبيبة أسنان شنون كنت يعني شن راح أتوثق أو أنه أصل بس النحية الثاني اللي علمني إياها إنه لأنه كان راجل أعمال فنم فيني رياضة الأعمال حق اللي ما يعرف طبعا أنا ولله الحمد أعتبر رائدة أعمال في المجال الطبي وغير الطبي يعني أنا عندي طبعا مراكزي في البحرين وعندي شركة المواد الطبية وعندي أنا معمل أسنان كلها لي يعني أنا بدأت أو أنا الأنصر المؤسس فيه وأيضا عندي شركات في أمريكا لإدارة الأصول والعقارات وعندي كذا مع العائلة فصرت في هذه المرحلة خلاص طلعت من مسألة أنا ميديكال أنتروبرنيور أو رائدة الأعمال في المجال الطبي لرائدة أعمال في مجالات ثانية وهذا اللي أنقذني في فترة الكورونا يعني أنا لأنه وزعت يعني راس المال عندي في أكثر من جهة فقدرت فإذا واحد طبع الثاني يرفع فلذلك الحمد الله كان قرار سليم إن أنا أتوجه للأماكن أو الاستثمارات الأخرى اللي مثلا ممكن تكون بعيدة نوعا ما عن الطب وأيضا أنا أستثمر من المستثمرين الأساسين في أمريكا في شيء في أجهزة طبية وفي شيء لا علاقة بالديكور رجعت مرة ثانية لشقفي وهذه اللين كلهم خلاص رح يدرجون في الأسهم شركة في الأسهم العالمية وأنا أعتبر واحدة من المؤسسات الأساسية الحمد لله رب العالمين يعني هذه النوع في ريادة الأعمال واختيار البزنسس كانت للوالد وتوجيهاته طبعا يعني دور كبير الجهة الثانية اللي تعلم مننا لدينا دائما قال يجب أن نعود إلى هذه المنطقة يعني لازم أي شخص يوصل لأي مرحة فيه عندنا واجب نحن نرجع الجميل للجهة اللي دعمتنا للناس فالجانب الخيري وايد بالنسبة لمهم أنا عضوة في أكثر من جمعيات خيرية أيضاً عضوة إدارية في أكثر من شركات اللي هو كبورد مامبر عضوة إدارية في البحرين وأيضاً نائبة رئيسة اللجنة الصحية في قرفة تجارة البحرين فالحمد لله حاولت أنه يعني يكون جزء من وكتي تعلمت مبحاولت حاولت أعلمت نفسي أن أقسم وكتي يعني وقت للعمل وقت للعائلة وقت للعمال الفلانتروفك أو الأسواء الخيرية أو الأشي اللي بمكن في أدعم ديرتي بدون أي مغابل فحاولت أنه يعني يكون هذي بارت من حياتي وإن شاء الله يقدرنا نواصل العائلة أنا متزوجة وعندي خمسة أولاد نعم خمسة أولاد بنتي الكبيرة بيان راحت أمريكا درست البريمت طبعاً في أمريكا الطب يختلف عن الدول العربية يعني لازم تدرس أربع سنوات تجهيز للطب بعد أن تدخل فأهيما حبيبتي بعد قائمة الشرف كانت في أمريكا وكانت تقدم لامتحانات الطب فجاءتني قالت لي ماما أنا ما أشوف نفسي كطبيبة أنا ما سويت فيها اللي بابا أقنعني فيه قلت له خلاص سوي اللي أنت تحبينه بس إذا فيه إمكانية أنت تخطين تخصص يساعدنا بكوننا يعني كبزنس عائلي عندنا طب وعندنا لازم تخطين شيء على الأقل نتشين في فبالعكس هي خذت شيء وأنا يعني جدا سعيد أنها دخلت في وخذت ماجستير لإدارة المستشفيات وحاليا ولله الحمد أقدر أقول لك من سنتين أنا الإدارة سلمتها البنتي بيان توتلي وقعد تفاجئني هذي الجيل الجديد يعني الواحد لازم يحتاضنه لأنه ما شاء الله عليهم كلهم كفاءات وقعد تفاجئني بالنتاج اللي قعد تحققها وهي كانت أساس فتح الفرع الثالث في وقت الكورونا فإحنا كلنا متخافون اهي كانت قالت لي نو لاتس جو وذد وبنسو وجهزت المركز من اي تو زي بالأطباء وفتحنا في الجنبية والحين ولله الحمد بعد مركز ثالث وناجح في منطقة الجنبية يدرس في جامعة سان دييغو في أمريكا يدرس ميكانيكا الانجينير وانرجي اللي هو السولر ما سولر وعندي ابني الثالث قاعد يدرس ريال استيت فمثل ما قلت لك الحمد لله توجهاتهم كلهم وعندي صغار هادلين عاد الله يعلم شنا سيناريو الزواج هذي بعد قصة على فكرة زوجي ما يعيش عندنا في البحرين زوجي عايش في أمريكا بس يروح وي في البحرين سبحان الله السيناريو هذي الزواج كان جدا مناسب كونه هو بيزنسمان في أمريكا وانا واد مشغولة هني فصارت كل ايام شهر عسل خانجولا نتلاقى كل شهر او شهرين في اماكن يا في باريس يا في لندن يا في امريكا او ي البحرين بس الحمد لله يعني جدا متفاهمين وصراحة لو لا دعمه ولولا ادارته وهو في امريكا عنده تيم كامل كانوا يديرون العيادة في البحرين باي ذوي يعني أنا ما كنت اقدر اوازي بين الاولاد وبين العيادة فوجود الطرف الثاني يعني انا ما اجحب حقه انه كان جدا جدا فساعدني كثير في العيادة والتطور بين سنة والسنة كان لدور وادي كبير نصوبة كنت اول مرة فيك كنت في امريكا وكنا معزومين عند جزء من اهل ماما موجودين هناك وهو في امريكا فبس تلاقينا في حفلة من الحفلة وسبحان الله رحنا في دار وبعدين تلاقينا في دبي وبس يعني كانت خارج خارج البحرين كلها كلها خارج البحرين كلها بالفعل في لاس فيغاس اول ما بدأت يعني تمكين بداية شفت شن البرامج اللي عندها صراحة تمكين جهة حكومية عطت دعم كبير كبير عالي شخصيا تستفت من دعمها في مؤسساتي ولكن توجه مالهم اللي هو دعم المؤسسات تطويرها عشان تنمو في المجال اللي هي تجهيزها مثلا يعني الدعم اللي حصلناه اثناء الكورونا سواء من يعني من الحكومة البحرين بالتعاون مع تمكين هذي ما في احد سواها فيعني هما موجودين انا شخصيا موجودين في كل جزء في اي نجاح حققت مراكز دكتور الاميا كان لتمكين وبنك البحرين ديفلوبمنت بانك اللي هو لهم تعاون مع تمكين عن طريق برامج تمكين كان لهم دور كبير يعني سواء من القروض خلنا نقول اول شي من الدعم يعني في بداية خدت منهم دعم المؤسسات والاجهزة هذي فادتني كبير يعني اللي يكون مهما يكون انا ميزانيتي بس ما كنت اقدر ان اوفر كل هذه الاجهزة واحط على نفسي مثلا قروض كثيرة او على عاتقي مثلا انا توني بادية هذه المسؤولية فتمكين كان لهم واي دور اللي خلاني صراحة ان انتقل للاستب الثاني لانت تدعموني من البداية يعني من البداية خدت منهم حتى دعم المحاسبة يعني بداياتي طبعا كانت بسيطة فدعم الاجهزة استخدمت منهم دعم المحاسبة الاستشارة فالبرامج الموجودة تخلي رائد الأعمال او اي واحد متجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجهزهم انهما يواكبون المتغيرات في السوق فوايد كان دورهم جدا جدا مهم الدور الثاني اللي انا ايضا استفاد منه دعم الرواتب البحرينيين وتوظيف البحرينيين حاليا انا يمكن اندي جريب 50% من موظفيني بحرينيين وانا انا اوظفهم وانا مستانس وسعيد لانا اول شي بقال يعني صراحة لما يبت البحرينيين كان طبعا كان كلها تخوف عدم الالتزام انا الحمد لله ما عندي ذي المشكلة نهائيا بالعكس المجموعة اللي دربناهم وكفأ في اداء وظائفهم وما عندي والله الحمد التسيب ابدا بالعكس يعني للحين بيكون احين في هالمرحلة توظيف البحرينيين بيكون الخيار الاولي يعني لو في مجال ان اقدر فيه ان اوظف البحريني مقابل للاجنمي طبعا بيكون الخيار الاولي والتدريب يعني في وايد مؤتمرات وايد كورسات اطبائي راحوا لها بدعم الاطبائي البحريني اللي موجودين عندنا راحوا بدعم تمكين في اي مكان اي كورنر انا اروح لك اشوف تمكين لها دور ولها بصمة في حياة دكتورال امي فعلا اشتركوا في القناة